السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أولاد رجعنا لكم اليوم فيديو جديد في الفيديو هذا جماعة الخير جاي بي لكم فيديو تجميعة كالعادة لكن هالمرة معنا تجميعة من كرت GTX 1660 Ti طبعا كتب من معمارية بسكال القديمة لكن أداءه جدا حلو وقيمته يعني مش بطالة فقبل نبدأ فيديو جماعة الخير يعطيكم ألف عفعة دعم وصلنا ثلاثة 550 مشترك دعم جدا قوي منكم يعطيكم ألف عافية والله كلكم على راسي ويعطيكم العافية بسراحة كل من ندعمنا ونشرب الفيديو واللي كتب لكلام حلو على الخاص أو في الوصف يعني شكرا لكم جميعا وقبل ما نبدأ فيديو جميع الخير أنا زي ما قلت لكم عندنا قروب للبي سي اللي بيدخلت راح إياه والله موجود كم مقعد أو في مكان وليه يجمع البي سي ركب له مع التركيب والويندوز وشغل إن شاء الله تب التب يتواصل معي ويبشر بالخير إن شاء الله التواصل راح يكون عن طريقة الإستجرام راح أتلكم إستقرام وقناة تحت فما بيطول الفيديو جمعة الخير عدرني طولت وأخليكم مع التجميع طيب جمعة الخير أول شي نبدأ فيه هنا عندنا الانتل كور اي فايف 8400 قيمته جدا حلوة جمعة الخير ومعروف من معالجة الانتل اللي يعني له غالي ولا هو رخيص لو نختار اي فايف 8500 ما راح يكون نشوف الفرق بينهم قيمته تقريبا قيمة اي سابن هذي لأنه جيل ثامن طبعا ومن تطوع الجيل الثامن لكن انا اللي اشوفه ان اي فايف 8400 قيمته جدا معقولة ب 788 مع ضريبة جدا معقولة وبرضو في عندنا هنا جوع تخير اللي هو كرت من زوتك الجيمينج 1660 تي اي من يعني جدا ممتازة قيمته قيمته 1103 شحن مجاني طبعا شركة زوتك معروفة تبريدها كويس مش بطالة ما هي الافضل وما هي الاسوأ يعني تقريبا زي ما نقول مقارنة زي جيجا بايت يعني في عندها شيء حلو ونجي معطل الخير عندنا هنا الماذر بورد من ميس آي البي 360 اي برو تعتبر من الميد رينج يعني فيه ماذر بورد ما هي الافضل فئة تزد افضل منها لكن بما ان المعالج عندنا لايق قبل كسر السرعة جوة الخير سنأخذ الماذر بورد طبعا ماذر بورد جدا ممتازة عن طريق ميس آي عندهم نظام بايوس جدا ممتاز برضو نظام الارجي بي عندهم جدا حلو وعندنا الرماتين يا جماعة الخير من جي سكل اللي هي الريب جاوز البي سيريس 16 جيجا قفة 2.8 طبعا اللي هي 2660 السرعة غير مهمة يا جماعة الخير معالجة الريزن معالجة الانتل خذلك اي سرعة لكن عندك مقارنة معالجة الريزن الريزن لازم ندور سرعة عالية فهذه ميزة تحسب معالجة انتل انك تخذ ارخص رام موجود في السوق ما رح يعطيك فرق بالعداء جدا وعندنا رح نكون عليها الويندوز ويكون عليها النظام اللي هو الاس اس دي الاتش بي الى اي اكس تسعمية طبعا سرعتها الفين ومية في القراءة والكتابة الف وشوية تقريبا سرعة الاس اس دي ثلاث مرات او اربع مرات او معاليش السرعة اقل شوية الف وتسعمية عندنا فمش بطالة تعتبر سرعة معقولة على اي اكس نيمية لكن في الو تقديدنو و خمسون اقل ستأتي كسرعة اعلى ومع فرق السعر فرق السعر بينهم ٥٠ ريال لكن انا ارى كل واحد لانه ما رح تفرق معك جدا فان فعلا فكلما زادت الكابسيتي عندك وزادت السعة راح تزود عنك السرعة لكن وحظة الخير اللي انا ارى مقارنات بين الس س دي والم دات تو الفرق بينهم ثواني معدودة يعني تقريبا خاصة في الألعاب بفرق ثانية جزء من الثانية شيء تافل لأن الألعاب بالسس دي هذا وصل أحدها لكن في إيش كويس المدد 2 ليش أخذ المدد 2 أخذ المدد 2 لأنه أو شيء قيمة السس دي هذا واحدا يعني واحد يعني ثانيا أنه ما يأخذ لك يعتفتك من داخل الساعة أو ما بداخل الساعة أو يأخذ مساحة هذا شيء ثاني ثالثا يعني يعني المنزلين يقولون لو تنقوم على فلو بتحول ويندوز لو بتسوي أي شيء بتحدث وتضيف المدد 2 سيخدمك أكثر من السس دي هذا تحسب المدد 2 بما أنه قيمته بقيمة السس دي فليش أخذ السس دي وفيه أشياء لو أشياء بسيطة أفضل أو شيء تافه مع ذلك نفس قيمة السس دي فأنا أفضل أخذ المدد 2 وشي يرجع لك هذا الأخير وعند رجوع تخزين هنا برضو من سي قيت الواحد تيرا تخزين عادي تخزين عادي تصويرك وإغراضك طبعا أنا حطيته هذا من نظرة الشخصية المتواضعة يعني وممكن أنك تضيف شيء ثاني بتاخذ انتيرا بتاخذ السس دي ما لي رأيك لكن أنا حطيت هذا من وجهة نظرة الشخصية يعني أشوفه الأفضل وسعره طبعا يعتبر غالي وأنصح فيك أن تاخذه حاليا تاخذه محلي لأن سعر محلي سيكون ما يقارب بـ 170-180-180 فأوفر 50 ريال أن تولى بها من الموقع وعندنا هنا جمعة الخير الروزول 550 واط رونز اديشن تعتبر شركة يعني ما أقول أنها سيئة ولا أقول أنها جيدة تعتبر في الميد رينج وقيمة بورس بلاي وعندها 138 مع الضريبة فأعتقد قيمة امتازة 550 وطبعا عليها اللي هو الضمان ما كتبش أي شيء الضمان لكن تقريبا أعتقد ضمان مثل السنوات إذا ما خبضني ما خبضني نعم لكن ما رح تحتاجه بإذن الله خاصة مع بورس بلاي يعني ما رح يخرب بورس بلاي عادة آخر قطعة جوعة أخر عندنا هنا هي الكيس الكيس منه الكورسير كاربيد سيريس سبيك زيرو فور فشوفوا الكيس هذا جدا شكله جميل ويأتي معه أعتقد المراوح رجي بي إذا ما خبضني ويأتي فيه أكثر من اللون على حسب رغبتك لكن على فرق السعر هنا 170 وهنا قيمتهم 200 و 300 عليها لكن ليش الفرق يقول ليش بلا تاخذ هذا أرقص هذا يا عزيزي ما علي شحن مجاني لو أشتريه رح يطلع شحن حقه ضربه طيب يجب على أخير هذه التجميع كاملة كم رح تكلفنا طبعا رح تعطيك أداء أقل من RTX 2060 بعشرة في المئة رح تعطيك أداء مقارب لـ 1070 تي آي تقريبا أو 1070 عم بينهم لا هو هذا أحسن ولها هذا لكن RTX 2060 أفضل منه زي ما نقول في 10% إذا أنت ما تشوف أني أدفع زيادة 300 ريال على 10% هذا شيء راجع لك لكن في ناس يقولك الله هذا ما يسوء الكارت و رح أخذ لي RTX المعمرية الجديدة أفضل أفضل المعمرية القديمة فهذا شيء راجع لك برده طيب جب على أخير هذه التجميع كاملة زي ما نشوف 8 قطع كم رح تكلف علينا لا إله الله يعني طبعا مع الشحن مع الضريبة مع كل حاجة راح تكلف عليها 1350 و هل ترى يعني أنك تاخذ التجميع هذه أو أنك تزيدها مثلا 700 ريال أو 600 ريال وتاخذ التجميع مع RTX 2060 أنا بالنسبة لي أشوف أن التجميع جدا كافية لو بيدخل عالم بسيئة جديد ولا يبغى يشتري كارت 1060 مثلا أو RX من AMD يبغى كارت ممتاز يخدم معه أكثر من سنة كارت جديد زي ما نقول هذا أنا أشوف أنه يأخذ التجميع هذه و قيمتها تعتبر مش سيئة يعني تعتبر من الفئة المتوسطة لكن جماعة الخير أنا لو نتكلم عن شيء هذا ترى تكلم من ناحية لكن لو نتكلم عن ناحية الكونسول ترى أفضل من الكونسول يعني مثلا تجميع هذه راح تعطيك من 190 فريم على ألترا سيتنجز يعني البلايستيشن لا يستطيع فهذا أفضل بلايستيشن تقريبا من مرتين أو ذات مرات لكن أنا أتكلم بشكل عام عن ناحية أن تجميع هذه أو الأشياء هذه نقارنها بعالم البي سي يعني مثلا لو هذا نقارنها بالجيل الثامن من مثلا معالجة مثلا إنتل لو نأخذ مثلا كارتر اللي نقول الفينثمانين تي آي فارق عن هذا هذا تكلم عنه لكن من ناحية هذا أفضل من الكونسول يعني بواجد يعني تدفع ذلك 1300 وانتخذ شيء أفضل من الكونسول يعني مراحل هذا من الأقصد هنا فجوعة الخير كان معكم باسم القاتل سوكا ولا بطول مقطع القصير يعطيكم ألف عافية على المشاهدة ويعطيكم ألف عافية الدعم وإن شاء الله ما تقصروا معنا ورح تدعمونا أكثر وأكثر وإحنا رح إن شاء الله بإذن الله يعني رح نستمر شكرا لكم على حبكم وعلى توصلكم معنا كان معكم باسم قاتل سوكا سبحانكم الله بحمدك شلالله إليه استغفرك أعطيب عليك السلام عليكم اشتركوا في القناة